وإلى حضرموت حيث شهد لمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي الأربعاء بالمكلة الحفل الخطابي والفني بمناسبة اليوم العالمي والعربي للمعاقة الذي يقم برعاية محافظة حضرموت وبقود مبارك من ماضي وبتمويل من الصليب الأحمر وبشراف مكتب وزارة الشهون الاجتماعي وصندوق رعاية وتأهل المعاقل محور حضرموت وأشهد لمين العام بأدوار وإنجازات هذه الفئة الهامة في المجتمع في مختلف المجالات مؤكدا أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تولي رعاية واهتمام كبيرين لهذه الشريحة التي تعد جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الحضرمي وأوضح مدير مكتب وزارة الشهون الاجتماعية بساحل حضرموت أحمد باضروس أن خلال هذا العام تم دعم 46 من المعاقين بتمويل من الصليب الأحمر ضمن مشروع كسب العيش للبشاريع الصغيرة لافتا إلى أنه سيتم ولأول مرة تأسيس فريق لقرة السلة من ذوي الإعاقة وتخلل الحافة الفقرات فنية وشعرية قدمها عدد من ذوي الإعاقة إلى جانب عرض بروس جوكتر استعرض نصص نجاح للعديد من ذوي الإعاقة وتكريم عدد من المبرزين والموهبين إلى جانب الجهات الضعمة والمساهمة في إنجاح الفعالية ترجمة نانسي قنقر